أبقى معنا سيد أحمد سنذهب إلى سيد خالد أحمد الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من بيروت أهلا بك سيد خالد قراءتك لهذه الضربة من الناحية العسكرية والاستراتيجية ضربة ثانية للإمارات لعمق دولة الإمارات بعد أسبوع من الضربة الأولى واليوم يحيى سريع يقول بأن هذه الدولة باتت غير آمنة قراءتك الأولية لما حصل مساء الخير لابد أولا من القول أنه مهما حاولت الإمارات أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع فهي وجدت أنها دائما في المشهد الإقليمي ودائما هي مستهدفة الصراع الموجود في اليمن يعني ليس صراعا سعوديا إماراتيا ضد اليمن هناك صراع حقيقي في اليمن وهناك شعب يمني منقسم هناك جيش وطني يمني وهناك الحوثيين وحلفائهم وبالتالي الصراع اليمني اليمني هو صراع في منطقة حساسة مفتوحة على البحر الأحمر تمتلك مميزات جيوسياسية قوية وبالتالي الأمن القومي والأمن الإقليمي مرتبط بهذه الساحة وبالتالي الكلام عن تدخلات لمجرد التدخل هو كلام خارج عن المنطق العسكري والمنطق الاستراتيجي إذن نحن في ساحة صراع مفتوحة لا حدود مع دول الخليج العربي إيران معروفة رسالتها في المنطقة معروف المحور الذي تقوده وبالتالي المظهر اليمني موجود في العراق موجود في سوريا موجود في لبنان لذلك لا لزوم لتبسيط الموضوع الرسالة العسكرية التي وجهها الحوثيون اليوم طبعا هي ردة فعل على الإنجازات العسكرية التي حصلت منذ مدة طويلة هي لم تحصل ولكن أحدثت تغييرات ميدانية كبيرة في مناطق عديدة في اليمن وبالتالي هذا رد للقول أن النقاط القوة في الإمارات ونعني هنا البنية الاقتصادية الإمارات كمنطقة جاذبة للتوظيف كمنطقة تتمتع بمميزات تفاضلية على صعيد الاستثمار وعلى صعيد الاقتصاد الآن يقولون أن هذه الميزات التفاضلية هي عرضة للضربات الصاروخية طبعا لماذا ليس هناك جبهات قتال للقول أنه كيف يمكن الضغط على دولة الإمارات لكي تنسحب من هذا الصراع يعني أنا أعتقد أنه هذا الموضوع يأتي هنا السؤال الآخر يعني أنه هل هذه الضربات الحوثية هي أتت بمعزل يعني عن رغبة إيرانية بالموضوع في الوقت الذي أبدت فيه الدبلوماسية الإيرانية كالكثير من المرونة بزيارات ورسائل متبادلة بين طهران وبين أبوظبي لذلك يعني هذا المشهد لا يمكن إخراجه من الصراع القائم في المنطقة ولا يمكن إخراج فصله عن مسار فيينا الذي يبدو متعثرا والذي طبعا من حين لآخر يظهر أن هناك عدم رضا أمريكي عن طريقة السائر بهذه المفاوضات وبالتالي هناك تصريحات عديدة من الولايات المتحدة تقول أن هذه المفاوضات لن تستمر طويلا وأن هناك ربما طرق أخرى للتعامل مع هذا الموضوع إذن نحن أمام هذا المشهد هذا الحدث سيد خالد هناك ضوء أخضر إيراني اليوم وراء هذه الجماعة هل هذا ما تقصده؟ يعني طبعا طبعا رأينا في الضربة الماضية أن كان هناك طبعا إيران لم تقدم أي تصريح حول الموضوع ولكن رأينا مسؤولين حوثيين كثر أصدروا بيانات حول الموضوع الضربة لأبو ضبي من داخل طهران طبعا لو كانت طهران لا ترغب بذلك لما كانت هذه المنابر قادرة على توجيه رسائل إعلامية لذلك لا يجوز تبسيط الموضوع نحن في خضام صراع إقليمي المشهد ملتهب من طهران حتى شبه الجزيرة العربية وصولا إلى العراق وسوريا ولبنان نحن في مشهد واحد ولكن كل ساعة من هذه الساحات لا نزاتها للضغط نعني أنقل هذه النقطة المهمة جدا التي ذكرتها سيدها خالد إلى السيد أحمد عن الدور الإيراني اليوم في هذا التصعيد الإقليمي الذي يحصل هل هناك ضوء أخدر إيراني يقف وراء تصاعد هذه الهجمات ضد دولة الإمارات بالتحديد مع أننا نعلم بأن هناك علاقات على الأقل تجارية كبيرة تربط إيران بدولة الإمارات هل هناك ما يعني تعطيه إيران للحوثيين للضغط على دول الإقليم مؤخرا في الحقيقة منذ سبع سنوات ونحن نسمع مثل هذه التحليلات التي لا وجود لها على أرض الواقع هذا الكلام حقيقة يعني لم يورط السعوديون والإماراتيون إلا عندما يسمعون هكذا تحليل سواء استراتيجي أو سياسي وهو الذي أوصلهم إلى هذا المستنقع الذي لم يستطيعوا الخروج منه لو كانوا يسمعوا للتحليل السياسي الذي نقوله نحن ونقول لا يوجد ربط أساسا ما بين الإمارات وما بين الإيران وما بين ما يحصل في اليمن الاتفاق النووي وقع ثم نقضاء والحرب دائرة لم يؤثر فيها لا سلبا ولا إيجابا من يريد حلا في اليمن عليه أن يتوجه إلى صنعاء مباشرة ويتحدث معها أستطيع أن أتفهم وجهة نظر الضيف في حالة واحدة لو كانوا طرحوا مثلا مرة مبادرة السلام طرحت سواء من الممتحدة أو من أي طرف في العالم ثم قال صنعاء لحظة دعوني أستشير حلفائي في إيران ثم أعود لكم هنا الكلام صحيح أو لو قالت إيران لحظة دعوني أتدخل في الشأن اليمني إيران تعلم أنه لا شأن لنا بالشأن اليمني وعليكم بالحوار وقالوها أكثر من مرة صنعاء يقولون أتركوا إيران وتعالوا وتحدثوا معنا لكن الطرف الآخر لماذا يقول هذا الأمر؟ لأنه يهرب من الحقيقة ويهرب من الحقيقة التي مفادها أن هناك هيمنة أمريكية صهيونية على المنطقة لديها أذرع عربية تريد أن تضم المنطقة كباكيج واحد كحزمة واحدة أي بمعنى إذا فاوضوا إيران على الملف النووي لا يريدون منها أن تقايض الملف النووي بما تريده إيران فقط لا يريدون أن يكون الملف النووي بحزمة كاملة تشمل اليمن سوريا لبنان مدريش وتكون حزمة مقابل حزمة إيران ترفض ذلك وتقول لا دخل لا لا بسوريا ولا بلان ولا بليمن اروحوا يحلوا مشاكلكم معهم الوحدهم وبالتالي تقدم حتى لو كان لإيران نفوذ أو لها سلطة في هذه الملفات إيران لا تقول ذلك سيد أحمد في كل دول هذا كلام اسمحي غير دقيق بشكل كامل أود أن أسألك عن نقطة أخرى بعد الضربة الأخيرة على الإمارات كان هناك ضغط إماراتي عربي ودولي لإدراج جماعة الحوثي على القائمة الإرهابية يعني عندما قمتم بتلك الضربة كان هناك هذا الضغط فقمتم بضربة أخرى هل تجنون أي أرباح سواء على الأرض أو حتى أرباح سياسية أو استراتيجية يعني تجني جماعة الحوثي من القيام بهذه الضربات يعني ما هي النتائج التي ترجوها من القيام بمثل هذه الضربات حكومة صنعاء لا تحدث عن جماعة هناك حكومة صنعاء فيها وزارة الدفاع وفيها جيش وفيها لجان وفيها حكومة متكاملة وهنا أعقب على ما ذكره الضيف عندما ذكر الجيش الوطني كلامهم صحيح الجيش الوطني هذا ولد في 2015 أنشأته السعودية من العدم أما الجيش اليمني فهو من يقاتل اليوم تحت إمرأة حكومة صنعاء النتائج التي يحصلون عليها هو أنهم يدافعون عن بلدهم هذا حق طبيعي مكفول بالتالي عندما يعتدى على هذه الدولة يجب أن ترد وأن تدافع عن نفسها وفي نفس الوقت هي تبادر مبادرات السلام يجب اليوم اكتشفت صنعاء وهذا الأمر غير مناسب جدا للإمارات اكتشفت أن الإمارات هي الحلقة الأضعف في هذا التحالف وإذا ما استمررت الضربات أكثر من هذا فسينقلب أمر هذا التحالف رأسا على عاقب لو كانوا جنحوا للسلم صنعاء قد قدمت عدة مبادرات ومن ضمنها وثيقة الحل الشامل رفضت من قبل السعودية لأنها تريد أن تزرع حكومة عميلة لها تحكم اليمن وأن يعتبر اليمن حديقة خلفية لها دعهم اليوم يتحدثون على اليمن ونقولوا نتحدث مع صنعاء مباشرة عن السلام هل ستقول صنعاء لحظة دعونا يستشيق الإيران هذا الكلام غير وارد وبالتالي اليمنيون يدافعون عن أنفسهم متى ما توقف العدوان سيتوقفون عن استهداف العنق السعودي والإمارات طيب سيد خالد يعني اليوم حتى لو كانت التأثير المادي لهذه الضربات الحوثية للإمارات ليست بكبير التدمير أو الخسائر المادية إنما الخسائر المعنوية لدولة بحجم الإمارات كبيرة جدا عندما يخرج البخيتي ويدعو الشركات والمستثمرين الأجانب للخروج من الإمارات بأنها دولة غير آمنة يعني هذا كلام كبير عندما تقوم السفارات الأجنبية الأمريكية والبريطانية بتحذير رعاياها اليوم من البقاء أو من وجودهم في الإمارات ويطلبون منهم توقف الحضر هذا أيضا كلام كبير كيف من الممكن أن تتعاطى الإمارات مع حجم الخسائر المعنوية على الأقل التي تتعرض لها من قبل هذه الأجنبات أولا لنخرج من التبسيط على كافة المستويات عندما أصبحت الإمارات قاعدة استثمارية كبيرة ولدي هذه المزاة التفاضلية لم يكن ذلك بقرار إماراتي بحد كان ذلك بقرار دولي كنا ندرك أن تريليونات الدولارات التي يتم توظيفها في دولة أو في أخرى لا تأتي بسبب رغبة أحد المستثمرين أو عدم رغبة مستثمر آخر هي تأتي نتيجة التقاطعات دولية واتفاقات دولية على الاستثمار في مكان ما من العالم وهذا حال العديد من العواصم ومن الدول التي تقاطعت السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الدولية على جعلها أماكن للإستثمار لذلك إذا صدر بيامنا الحوثيين يدعو الشركات للخروج فهذا كلام يعني ليس له أي صدى وليس له أي قيمة ليس كده يعني تسقط العوافل والمراكب ولكن الوقاء على الأرض لها صدى ربما الكلام يعني لن يكون له صدى ولكن ما يجري اليوم ضربتان في ظلي في شهر واحد لمواقع استراتيجية وحيوية في دولة الإمارات بلا شك سيكون له تداعيات على الأرض أليس كذلك نعم ولكن أريد كذلك أن أعود إلى نفس الموضوع هذه الدول المتواجدة في إيران وأعني الدول الكبرى يعني الولايات المتحدة بريطانيا القوى الاقتصادية العظمى روسيا وإلى آخره وكلها لديها استثمارات بتريليونات الدولارات في الإمارات هذه الدول تقوم بتقدير أمني بتقدير الموقف الأمني بشكل دائم وهي تدرك تماما أن صراعة القرار الأمني في العالم وصناعة الاستقرار في منطقة لا يعود لهذا النوع من تقاضف الصواريخ الباليستية يعني لا يمكن أن نضع هذه الرسالة الحوثية مقابل تقديرات على الاستقرار والأمن والتوظيف وأمن الرعاية الذي تجريه السفرات طبعا من الطبيعي أن تقول السفرات لرعاياها أنه يجب توخي الحذر وعدم الذهاب إلى أماكن كما يحدث ذلك في لبنان يعني تدرك تماما يعني ليس جديدا أن الموقف الإيراني من دول الخليج ليس جديدا موقف الحوثيين من دول الخليج وهذا يدخل يعني كعوامل تقدير للموقف لدى هذه الدول الكبرى عندما تريد التوظيف أو تريد التقصير طب أي تأثير إذن سيد خالد بهذه الهجمات على دولة الإمارات أي تأثير ترى يعني أولا أولا أرى أن هذا العدوان الحوثي على الإمارات هذا لأنه أولا ضربت أماكن مدنية هم يعترفون أنهم يضربون أعيان مدنية ويضربون مواقع ونقاط قوة اقتصادية هم يقولون بأنهم يتجنبون ضرب الأماكن المدنية هذا ما قالوا ولكن أطراف المطار ما هي هل هي أطراف عسكرية يعني شركة أدنوك للمشتقات النفطية هل هي منشآت عسكرية يعني لنكون واقعيين ليس هناك من مجال لهذا السياسة التواري وللقون أنه ليست إيران هي من يوجه هذه الرسالة لدولة الإمارات وربما من خلفها لدول الخليج وربما رسائل أكثر من ذلك بكثير ولكن موجب هذه الرسائل وهناك ملاحظة أتيت عليها يعني أشكرك عليها أن المصالح الاقتصادية الإيرانية موجودة في الإمارات كلنا ندرك أن عدد كبير من العقوبات والقيود المفروضة على طهران يتم تجاوزها عبر السوق الإماراتية وعبر المصارف الإماراتية لذلك نقول ما هي قدرات إيران فعلا على الحاق الأذى بهذه البنة الاقتصادية التي هي تشكل أحد روافد الاقتصاد الإيراني المطوق بالعقوبات يعني هناك من يضغط على نفسه في نفس اللحظة عندما يوجه هذه الرسالة للإمارات لا مجال للفصل بين الإيران والحوثيين نحن في لبنان أريد أن أقول ملاحظة تقول إيران أنها لا تترخل في سياسات لبنان الداخلية ثم يخرج أمين عام حزب الله ليقول أن سلاحنا ومالنا وتمويننا ووائل آخرين من الجمهورية الإسلامية في إيران ماذا يعني هذه التصريحات؟ لا شيء ثم ليس من المنطقية تقول أن هناك جيش وطني يمني سأعود إلى أسألك هم أصحاب القرار في اتخاذ سأعود إلى أسألك أيضا عن رمزية اليوم أيضا ضربة على قاعدة المضفر ومدى انغماس اليوم الولايات المتحدة في هذه الهجمات لكن السؤال سأبدأه مع السيد أحمد يعني عندما جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع اسم جماعة الحوثي من القائمة الإرهابية اليوم وبعد الضغط الإماراتي الأخير وبعد الضربة الأخيرة التي حصلت منذ أسبوع يقول الرئيس بايدن بأن قرار إعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الإرهابية هو قيد النظر اليوم واليوم أيضا تقوم جماعة الحوثي بضرب القاعدة العسكرية في الإمارات ما الذي تحاول قوله للأمريكيين يعني ربما الأمريكيون في البداية أعطوا مجالا أكثر ربما لحلول أخرى ديبلوماسية لحل الأزمة اليمنية رفعوا الدعم العسكري عن التحالف لماذا قبلهم الحوثيون اليوم باستدافة مباشرة سيدتي لا قيمة لي مثل هذا الإدراج على قائمة الإرهاب طالما لم يكن هناك تعريف للإرهاب إذا كان هناك تعريف للإرهاب ساعتها ممكن أن يفهم الواحد إذا علق على قائمة الإرهاب أو لا لكن إذا كانت المسألة فقط لممارسة بعض الضغوط الأمريكية لصالح حلفائها السعودين والإماراتيين على صنعال كي تقبل ببعض الأجندات السياسية فهذا الأمر حقيقة لم تعد صنعات وعيره أي بال لأن هذه الضغوط قد واجهت صنعات أكثر منها هل هناك أكثر من الحصار والقصف الكيماوي والعنقودي وقطع الرواتب ومنع السفر وتدبير المنشآت الصحية والقصف اليومي منذ سبع سنوات ماذا سيفعلون أكثر من ذلك إلا الضرب بالقنبلة النووية وبالتالي اليوم مصالح أكدت لك قبل قليل أن الإمارات هي الحلقة الأضعف مصالح الإمارات كما تفضل الأستاذ خالد مصالح العالم وتقاطعاتها الاستراتيجية والاقتصادية يعني رأت أنه يكون هناك تريليونات الدولارات موجودة في هذا المكان بالتالي الأمن في هذه المنطقة لم يبنى من خلال سنة أو سنتين بل يحتاج إلى 30 إلى 40 سنة كما هو حاصل مع الإمارات لكن تبخر هذا الأمن يحتاج إلى يومين أو ثلاثة فقط والأمن هو أساس الاستقرار والاستقرار هو أساس الاستثمار وهكذا وبالتالي اليوم هناك توجه من قبل صنعاء لكي تقول الأمريكان مباشرة وحلفائهم طبعا على الأرض أنه كلما استهدفتمونا كلما استهدفناكم في مفاصل نوعية حساسة تؤلمكم أنا لا أتفق مع ما ذكره الضيف أن هناك تقديرات وهذه التقديرات يجب أن تأخذ على محمد الجيد نعم هي إلى حد ما نافعة ولكن لو كانت تنفع الأمريكا لا نفعتهم في أفغانستان تقديراتهم كلها فشلت وخرجوا مهزومين مدحورين بعد 20 سنة وخسارة 7 تريليونات دولار اليوم تقديراتهم في مستوى القوى اليمنية خاطئة هم يسمعون عن اليمن وعن مقدار قوتهم من الفم السعودي الذي يهون من الأمر حتى التسمية جماعة الحوثي مدرمين لا تستهم بخصمك خصمك دولة متكاملة لديها وزارة ولديها استراتيجيين ولديها خبرة وهي تضربك اليوم من يستطيع أن يتحمل السؤال اليوم صنعات تتحمل الضرب أكثر أو دبي السؤال واضح والجواب واضح على هذا السؤال شكرا لك سيد أحمد سؤالي الأخير لك سيد خالد عن الدور الأمريكي وماذا يحاول القوثيون اليوم فعله بضرب قاعدة المضفر العسكرية هل يواجهون أيضا رسالة مزدوجة للأمريكيين أيضا؟ أولا أعتقد أنه حصل هذا ليس الحادث الفريد من نوعه كلنا ندرك كم مرة كان هناك هجمات على قاعدة التنفي العسكرية أو على قواعد أمريكية في العراق ولكن كلنا ندرك أن هذه الهجمات كلها كانت هجمات صورية شكلية لم تؤدي فعلا ولا في أي وقت من الأوقات إلى سقوط أي قتيل في صفوف القوات الأمريكية نعم هذا جزء من المشهد ولكن طبعا التواجد الأمريكي في منطقة الخليج تعبر عنه المصالح الأمريكية التي إذا اتفقنا معها أم لن نتفق معها ولكن الولايات المتحدة دولة عظمى موجودة بحكم قوتها العسكرية والاقتصادية وبحكم المعادلة الدولية التي نعرفها جميعا وبالتالي هذا القصف الذي لبما مر أو أتى على أطراف القاعدة لن يؤثر على التمركز الأمريكي في المنطقة يعني هناك دائما الأمريكيون عندما نقيم ردود فعلهم لا يجب أن نأخذ فقط ردة الفعل السريعة أو ما يظهر من تصريحات عفوية هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة تدخل الحرب على طريقة يعني لعب الميسر هي أحيانا تخسر تسعة لكي تكسب عشرة وبالتالي عملية التقييم من هذا المنظر هي عملية تبسيط لكل هذه الأمور يجب النظر إلى المنطقة الشرق الأوسط كلها كمشهد واحد وفي النهاية لا أحد يمتلك الجواب ما هو مستقبل هذه المنطقة وما هي خراءة النفوذ النهائية نحن نعيش يوميات هذه المنطقة ونحاول أن نستقرأ فعلا ما هي الأعمال الممكنة ولكن بخلاف كل ذلك وبوجود الميزان والعسكري والاقتصاري الموجود حاليا في العالم لا قيمة لهذه المحاولات الشعبوية ومحاولة كسر المعادلات عن طريق تدمير هذه المدينة أو هذه المؤسسة أنا أعتقد أن الشرق الأوسط برمته يتحمل مسؤولية ونتائج هذا الصراع على النفوذ من قبل أطراف إقليمية ومن قبل أطراف دولية هذه هي الرؤية العامة بخلاف الشعبويات اليومية لهذا الطرف أو ذلك شكرا جزيلا لك العميد خالد أحمد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت والشكر أيضا موصول لضيفنا من لندن سيد أحمد المؤيد الباحث السياسي